على الرغم من مرور خمسين يوماً على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مرشح التسوي عادل عبد المهدي إلا أن أي من بنود البرنامج الحكومي لم تطبق حتى الآن في مؤشر على استمرار الأزمة السياسية وعملية فرض الإرادات من قبل الأحزاب والكتر البرلمانية هذا فضلاً عن نقص ثماني وزارات بالتشكيلة الحكومية أبرزها الدفاع والداخلية وفي هذا الإطار اعتبر عضو تحالف الإصلاح سلام الشمري أن الحكومة لم تقدم حتى الآن أي إنجاز وسط نقمة الشارع العراقي الذي قد يصل إلى حالة انفجار في حال لم تتخذ الحكومة قرارات جريئة لامتصاص النقمة فيما اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري أن جميع الكتل السياسية ستكون مسؤولة عن فشل حكومة عبد المهدي إضافة إلى كل ذلك فقد كشف مصدر النيابي عن أن الولايات المتحدة غير مرتاحة من مواقف عبد المهدي حيال العقوبات على إيران وتجد أن تجاهل عبد المهدي لها واستمرار عقود استيراد الغاز والكهرباء من طهران إضافة إلى غياب الرقاب على عمليات تسرب الدولار من مزاد البنك المركزي اليومي إلى إيران بداية غير جيدة وهو ما يمكن اعتباره أول تحدي خارجي يواجهه عبد المهدي الصراع السياسي والانشغال بملف استكمال الحكومة فرضا نفسيهما على الأجندة السياسية طوال الفترة الماضية والتي شهدت تغولا واضحا لسلطة الميليشيات مما أدى لارتفاع مؤشر الفساد بالبلاد وترد متزايد بواقع سكان المدن المستعادة واتساع مشكلة سوء الخدمات في جنوب العراق في الوقت ذاته يشكك أعضاء في البرلمان في إمكانية فتح رئيس الوزراء ملفات الفساد العالقة منذ سنوات ذلك بعد أن أعلن في آخر مؤتمر صحفي له أن لدى الجهات التحقيقية ثلاثة عشر ألف ملف فساد بعضها على صلة برؤوس كبيرة وعلى الرغم من توفر الموازنات المالية الانفجارية إلا أن الفساد السياسي منع تحقيق أي نتائج إيجابية أو تقدم على صعيد ترميم البلاد طوال الفترة الماضية ولا يبدو أن ثمة بوادر قد تجعل حكومة عبد المهدي تختلف عن سابقاتها